الخبر اولي عدى عن محمد كريم والكسوريات الغريبة اللي نزلها فنزلوا شوية تسوريات يا حبايب شاند يقول بيها ويحكي بيها على اميرا الحسين بالنسبة لأول شي يا حبايب شاند يطلب من متابعينا ان هما يوقفون التصاميم الحب اللي بينه وبين اميرا بما انهو حاليا تركو باسم الثاني طالب يا حبايب طلب انهو يقفون تهجم على اميرا يا حبايب بسبب انهو يكون متنزل صورة يتهجمون عليها فيطلبن هذا الشي يوقف يا حبايب بالاضافة انهو وضح شوي كلام كان صادم اللي هو انهو اميرا اذا رجعت زينا ورجعت وياه مثل ما هو يريدها بالضبط هو ما رح يرجع لها فهو نهى كل شي بيناتهم كلام كلش مهم يا حبايب بسببها شوف المقبع هادا ستوري بريستايل تمام سلام عليكم هادا ستوري شوي لا تقلبونا بسرعة لانه مهم للي يعني الامر تمام تمام ممكن الشي رح احتي بيه مو اول مرة احتي بيه بس ممكن اكضافات مو هذاني يعني بس اضافات اريد اقول لهم اوكي اوكي اه اعتقد بالفيديو اخر فيديو سويته أن شان مشترك تمام بنهاية الفيديو قلت كلش اريده تمام قلت كلش اريده وطلبت من عندكم بوقيته طلب قلت بدون ما سبات بدون تجاوزات بدون ما رجي שить الخاطري لانه واحد يقول الخاطر محمد معرف ايش تروحوني لسبون تروحون معرفوا ايش انتم راح تقولون ها والله هذا هي محمد كان هي محمد مدرشنو هي مدرشنو هي مدرشنو هي مدرشنو هي مدرشنو تمام فخلي أطيكم إياها بالمضبوط أوكي لاحظة فأرجع وأقول الشغلات اللي أنا طريبت من عدكم أنه من آن قطعت أنتم هم تقطعون بعد ما تفتحون الموضوع ثانيا تمام أوكي ممكن أسامح كان واحد من عدكم كان متعلق بالقصة كانت عاجبت الحكاية ذا الصير كان عاجب الوضع كان عاجب الثنائي معرفة إيش أوكي التفقية لذلك تتسامحكم يعني أما هسة يعني شوية شفت صراحة ده صرت تجاوزات ده تتجاوزون عليهم وأنا أعتقد أرجع وأقول قلت لحد لا يتجاوز على أحد بسببي تمام هاي الشي مو خوفا ولا تكبير رأس غير واحد ولا حتى أخلاق يعني لكي لا أستخدم لا مختلفة لان ش��는 الأمر الأساس تعرفون يعني شبه الأساس قلت لكم مرحب أتوقع εعلم خت李 فاقي خش اخر أخلطيها من الأخير أول شيء تصاميم المشتركة لم تبطلتها مع العلم أنه طلبوا تتبطلوها لم تبطلتها صراحة إذا تروني لا أرى تصاميم المشتركة لماذا؟ لأنه شكوا تاغ عندما يأتيني بتصميم مشترك قاعد يسوي خيارات ميوت للشخص المسوي لي تاغ على تصميم مشترك ما معنات ميوت؟ معناتها هذا الشخص بعدش مهما يسوي تصاميم ما رح أرى هنا إذا سويت الميوت فهي السالفة لأنه صراحة أنتم مقبل توقفون فأنا من عنده أوقفت فهيسا أدي سويت تصاميم المشتركة كثرياتهم أنا مدى أشوفها لأنني سويلها ميوت تمام؟ فجماعة تصاميم المشتركة بطلوا رجائن لأن أردي مدى أشوفها أنا هاي واحد السالفة الثانية والأهم صراحة قسم بالله قسم بالله ما رايح وشايف ومدرشين وبس توصلنا يعني كيد توصلني بتاق أشوفها ببرسالة على الخاص اشوف كمية المسبة والغلط والمعرف ايش والله انتي مثلا تركتي محمد انتي هيجي وانتي هيجي وانتي لا عزيزي الجوز محمد هو كان غلط الجوز أنا اللي كانت غلط الشغلات الريدانة هي كانت غلط مو شرط أكون أنا صح لأنه بس أنا ردت هي الشغلات ممكن يكون غير هو الصحة عادي بس أنا بالنسبة لي كانت هاي الشغلة يعني كأننا ما رايحاني أشتري خلني نقول الذي لديها kommrr حلو شكرا لانه يحتاج لأنني اسأل على ربينا الموضوع سأت drawn ماذا اخلاق زايدة حتى ما أبطلتش ولا خوفا مثلا ولا إكراما الواحد ولا أي شيء بس أنتوا لازم تبتهمون سالفه من واحد يترك شغلة تمام يتركها هي وكل تفاصيلها ما يحتاج إغلاط ما يحتاج إيمسلة ما يحتاج ممكن تدذرون الطرف الثاني ممكن دذر هاي شنها راحل اللي اشتسمي ممكن دذروني إلي يهمينه مو بس طرف الثاني يعني بواي سوال فدا سوها مالها داعي تمام تصاميم مشتركة قلت لكم بطل وما داعي شوفها ولا أتفعل ولا راح تفعلوا ياها ولا أصلا راح أشوفها لنسوي ميوت الكل واحد بسوي تصاميم مشترك إلا داعي بطل تصاميم مشترك أرجع عفتح الميوت من عنده تمام هاي واحد اثنين وثلاثة وأربعة والنقطة الأخيرة خلي قلكم يا النقطة الأخيرة والأهم تمام وأنا قد ذكرتها بالفيديو قبل ما هو آخر فيديو تاني على اليوتيوب قلت الطرف الثاني مو غلطان إنما مو مناسب إليه مو معناته هو غلطان مو مناسب إليه خلاص مو مناسب خلاص مو مناسب خلاص خلاص إحنا جربنا أوكي كل شي تمام بس مو مناسب إليه ولحطت لكم يا من الأخير لو حتى هاي الأغلاط اللي إدتوا عبالكم هي من وراها صارت المشاكل مثلاً وهي أكثر ماكم مشكلة حتى الأغلاط لو تم مسح بعد يعني لو كل شي يصير مثل ما أنا أريد مثلاً حتى أثبت لكم أنه هاي كانت مو أغلاط إنما كانت اختلافات مجرد اختلافات فأني حتى لو هاي الأختلافات صارت متشابهة مثل ما أنا أريد أنا بعد نفسياً ما أريد والله انتفقنا هاي شي لو حتى كل شي كان كل شي هسه من هاللحظة من هاللحظة هسه يرجع كل شي مثلاً ويصير مثل ما أنا أريد كل شي آني ما أريد آني بعد آني ما أريد حلو وهذا دليل على أنه من أقول الطرف الثاني مو دا يغلط إنما هو فقط مختلف أوكي وحتى هذا اختلاف، لو حصا mue صار مثل ما أنا أريد لاأريد يعني بعد آني بعد ما عندي ما أريد هاي بعد شكراً فلا ريدة من عدتكم الربع ي Adsطلون غلاط وتajeبون اسمي بأماكن مو الياه ما رgieد اسمي ينذكرو بمكان مو مكاني تمام؟ هدا بس لا ريدة معدadsكم اسمي ما يقود بمكان مو مكاني خلاص ما يعجبكم اللي 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 يسويونه مثلاً مشكلتكم هذه لصراح مشكلتكم مو مشكلتهم هم مو مشكلتكم أنتو من مجبورين من مجبورين صح لو غلط فبدون غلط بدون صاميم مشتركة بدون يومية حالة صار واضح أنا صارت ما أريد لو كل شيء يرجع مثل ما أنا أريد ببببوت أنا بعد ما أريد هلو نهائيا ومو كرهن والله العظيم مو كرهن يعني أقسم بالله باشرة إذا رحت الدولة معينة وشفت أي واحد من اللي شنتوا يهم قبل أقسم بالله لأسلم عليهم أهلا وسهلا شو عمكم شو أخباركم مدرى شنو أوكي حالم حالة إنسان طبيعي حالم حالة إنسان طبيعي بدون نكره بدون كل شيء بدون كل شيء هذا طرف الطرف الثاني يكون ناس مثلا تيهم قبل طلعوا يحكون علي يحششون أقسم بالله مكرهنهم 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 لماذا؟ لأنني من واحد يأتي يسوي لي شغلي ما أفكر هو سوالي لا أفكر ليش هذا الشخص سوالي هي تشغله تمام؟ ممكن يحبني وقلبه محروق فإجهد يطلح حركته بهذه الطريقة المهم 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 ككل يعني ككل حلو؟ نهاية الحديث نهاية الحديث هذا كلياته مسامح من كلياتهم من كل قلبي وماكوا أكره بالموضوع وإذا شفتهم باشر عقبة كلياتهم ذول كل شك واحد شفتها قبل سلام عليكم عليكم السلام هنا حسين حبيب قال لي مكره تمام؟ كل واحد بطريقة لا غلط لا تصاميم مدرشين لا أتمنى منعودكم اسمي ما تجيبونه بأي مكان موئلية صايرين ولا أتمنى منعودهم هم هم يعني الطرف الثاني أو الطرف الثالث حتى ما يجيبون اسمي بشغلات موئلية وقلت لكم لا أخلاقي عالية ولا خوفا ولا تكريما ولا عبد بس خلاص تركت هذا الشي نفسيتي تركته خلاص شكرا شكرا سد باب ونسد وكمل متفقين متفقين الله خلاص وبس الظالفة أخيرة أرجع وأكرر لأنه هذا الموضوع كلش مهم اللي هم قاعد يسونه مو غلط هاي حياتهم وهاي حياتي ما من حقهم وتروحون عليهم وتقولون لهم انه محمد تان ييتشي ومحمد تان هو اللي مدرشنه وسوني محمد صلاح فخر العرب تمام أنا هم ولد عندي أغلاط عندي شغلات حلوة عندي شغلات مو حلوة عندي مدرشنه عندي هاي شغلات تمام اللي يعجبهم يعجبهم اللي يعجبني يعجبني خلاص كل واحدة بحليق وأرجع وأكرر على أهمية هاي الكلمة رقزو زين تونو دعناتكم لو يرجع كل شي مثل ما أنا أريد أنا بعد ما أريد بلعو شاو ننتقل حاليا اليار يا حبايب والحادث اللي سوته في نزل شوية تستوريات كاتبع لها كنا حنفوت حادث مع ليش عفكرة جد ممزح طبعا هي تشند السوق وصار شغلة يا حبايب نحطوكم لقطة شوفوها ننتقل حاليا اليار بيسال يا حبايب وعلانها أنه هي رح تخطب هي وأناس الشايب إن شاء الله قريبا بالصيف فنزلت هذه السورة عادت من خلالها أنه مفاجأت بس وصلت 9 مليون أول شيء أنه هما اشتروا بيت هي وأناس فإن شاء الله ألف مبروك بالضافة يا حبايب أنه رح يخطبون بالصيف هي نزلت هذه السورة وكاتبها حينزدون أغنية قريبا وشيقوا شخورة فيك تمنبلك كومنتات شاريكم بيها ننتقل حاليا يا حبايب كريستينا واستوريات الغريبة نزلتها أول شيء يا حبايب تتسألوا إذا أنت مخطوبة فردت أنه إيب لكن طريقة مزح يا حبايب هي مخطوبة ثالث شيء يا حبايب تتسألوها إنه ليش حرم بنتك من أشياء فهننا يا حبايب كتبت أو تتهدد إنه هي تكفر برب العالمي سبحانه وتعالى كاتب أكفر هسا مادر الصراحة شاركة بالكلام اللي قاعدة تقول اكتبوا للكومنتات شاركوا بكلام كريستينا ننتقل حاليا يا حبايب الإيمو ماني يا حبايب تنزيل هذا التيك توك نوعا ما بنيت تشبه قمر إذا تشوفها من وراء تبين إنه هي قمر هذا يجعل كل كومنتات يكتبون لأننا فكرناها قمر أغلب توقع أنه هو استقصد إنه يخلي ناس تبين إنه هي قمر خاصة يا حبايب حط قمر وخط أغنيات بس عشانك إنه هي نوعا ما أغني موجهها القمر ما أدري الصراحة بما أنه إحنا نعرف إنه إيمو هو يحب قمر الطائعة كونك تبيني بكومنتات شاركوا بضع الخبر وصلوا لحبايب لنوصلات المقطع فجر مقطع بالليكات وبس تشاركوا فيه زي ما قادمة منك القصص أحبكم مع السلامة